أل ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصرها تابت وفرعها في السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم أستاذنا ومرشدنا وطبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله واصحابه الطيبين أيها الإخوة الأفاضل يعيش العالم في الآونة الأخيرة في ظل موجة من الضوائر والأوبئة والأمراض الفتاكة والسريعة الانتشار ولعل آخرها ما يعرف بفيروس كورونا 19 الذي اجتاح معظم الدول وأصاب عشرات الآلاف من مختلف الجنسيات ودون تمهيز فكيف يترى عالج ديننا الإسلامي هذه الأوبئة؟ وسنحاول إن شاء الله الإجابة على هذا التساؤل انطلاقاً مما جاء به كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم أيها الأحباب لقد وضع الدين الإسلامي جملة من التعاليم لمواجهة الأوبئة والأمراض خاطرة والحد من انتشارها حيث حث المسلم على الالتزام بالنظافة والحجر الصحي في حالة ظهور أمراض معدية وقد أكد علماء الغرب على أن التزام النظافة والعزل والحجر الصحي هي من أهم التدابير التي يمكنها الحد من انتشار وباء كورونا حيث قال المؤلف كونسيديس في إحدى لقاءاته هل تعلمون من الذي أوصى بالتزام النظافة والحجر الصحي في حالة تفشي الأوبئة؟ فأجاب قائلاً إنه نبي الإسلام محمد قبل 1400 عام وفعلاً أيها الإخوة الكرام فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث رواء سامى بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وهذا هو المفهوم المعاصر للحجر الصحي كما دعا صلى الله عليه وسلم إلى العزل أو ما يسمى بالتباع الاجتماعي من خلال الحديث الذي جاء فيه وفر من المجدوم كما تفر من الأسد وهذا يدخل في باب اتخاذ أسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب هي التي جعل الله سبحانه وتعالى مؤثرة بقدره وقال صلى الله عليه وسلم في إحدى الحديث أعقلها وتوكل لذا أيها الأحباب وجب الالتزام بتدابير الوقاية التي هي في صالحك أولا وأخيرا من استعمال مواد التعقيم والحفاظ على النظافة وارتداء الكمامة في حالة التنقل والاختلاط ومن العلماء والأطباء العرب المسلمين الذين كانت لهم بصمة في التعامل مع الأوبئة والأمراض نجد العالم والطبيب ابن سينا الذي توصل إلى أن جميع الأمراض المعدية تنشأ وتنتشر بواسطة مواد صغيرة غير مرئية وهي الفيروسات التي تسبب الحمى والطاعون وتلتصق بكل شيء أيدي أو أنف وغيرها وأوصى في هذه الحالة بعزل المرضى للحد من انتشار الأوبئة أيها الأفاضل إن من أسباب انتشار الأوبئة والأمراض ومختلف الابتلاءات هي الابتعاد عن المنهج الرباني وأن فيروس كورونا ما هو إلا جند من جنود الله يقول تعالى وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ هذه الجنود الذي يصلطها على من يشاء ومتى شاء إما تأديباً وإما تخفيفاً للدنوب على الناس يوم القيامة شريطة الصبر على هذه الابتلاءات التي تصيب الناس دون تمييز بين دياناتهم يقول تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فالجائحات لا تميز بين مسلم وغير مسلم أو بين فقير وغني لذا أيها الحبيب وجب عليك في حالة الابتلاء بمثل هذه الأمراض أن تصبر فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بالطاعون كمن مات شهيداً فرب دارة نافعة فالصبر أيها الأحباب على البلاء جزاؤه الجنة قال عليه السلام يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قد قرضت أي قطعت في الدنيا بالمقارب أيها الإخوة إن الإجراءات الصحية والإحترازية التي نص عليها نبينا الكريم لمواجهة مثل هذه الحالات من الأوبية لا تخرج عن سلوك المسلم الاعتيادي المطالب بالمحافظة على طهارة بدنه وملبسه ومكان عبادته فديدنا يحطنا على الوضوء خمس مرات في اليوم وعلى الاغتسال وغسل يدين قبل وبعد الأكل والوضوء قبل النوم إلى آخره كما يحطنا على حفظ النفس من كل مكروه ومن تعريضها للأدى يقول تعالى ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلك صدق الله العظيم فاللهم يا سامع الدعاء ورافع السماء وذائم البقاء والعطاء ومن ذكره شفاء وطاعته هناء يرفعنا كل بلاء وأحينا حياة السعداء واكتب لنا من كل داء شفاء وارزقنا عيش الكرماء وحمنا من غضر السفاء آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين